الصين تواجه زيارة بيلوسي إلى تايوان بالتصعيد توتر لم يقتصر على المناورات العسكرية بل انسحب على تصريحات المسؤولين في بيكين وزير الخارجية الصيني يرفع من نبرة التهديدات محذراً الولايات المتحدة من أن تقدم على أي فعل متهور بخصوص تايوان قد يتسبب في أزمة أكبر عادة واشنطن أن تخلق مشكلة ثم تستخدم هذه المشكلة لتحقيق أهدافها لكن هذا النهج لن ينجح مع الصين نريد توجيه تحذير للولايات المتحدة بعدم التصرف بتهور وعدم خلق أزمة أكبر لغة التهديد هذه ترافقت مع إجراءات صينية تمثلت في وقف التعاون مع واشنطن في مجموعة من القضايا الأساسية بما في ذلك تغير المناخ ومكافحة المخدرات والمحادثات العسكرية كما ستفرض بكين عقوبات على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والتي أشعلت الأزمة بزيارتها لتايوان في المقابل اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين باستغلال زيارة بيلوسي لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان إلا أنه أشار بأن بلاده لم تغير موقفها من سياسة الصين الواحدة ولا تشجع على استقلال تايوان الصين اخترت المبالغة كرد فعل على زيارة نانسي بيلوسي من أجل التصعيد العسكري في محيط مضيق تايوان وتوقعنا ذلك وزيارة بيلوسي كانت سلمية ورأينا الصين سابقا تحاول تغيير الوضع في تايوان من خلال تخليق الطائرات والهجمات السبرانية ودعونا الجيش الصيني مرارا بأننا لا نعمل على استفزازه لكن الصين عملت على استغلال زيارة بيلوسي لتايوان وبالتوازي مع تصريحات المسؤولين السياسيين تواصل بكين أكبر مناورات عسكرية تطوق من خلالها محيط جزيرة تايوان بينما تتزايد المخاوف من أن الوضع المتوتر على الأرض يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عرضية قد تخرج عن نطاق السيطرة